السلام عليكم لو انت داخل تعمل انترفيو في شغل فنصيحة مني ركز في الخمس ادعية اللي اعلمهم لك وقراهم ودعيني لما تلاقي بركتهم وتلاقي سرهم ولو انت طالب وهتفتح الكتاب علشان تبدأ تذاكر او تقعد تسمع لمعلم في الحصة او في درس فنصيحة مني قبل ما تعتب رجلك مكان الدرس اقرى الخمس ادايا دول ودعي لي بردك ولو انت اخت فاضلة وراحة لأي مشروع او اي شغل وحب ان انت تجدي تيسيرا وفتحا فنصيحة مني خذ الخمس ادايا دول وقريهم ودعي لي بردك ولو انت صاحب قرار في هيئة او مؤسسة او منظمة او وزارة او ادارة وحبيت تخش مكتبك الصبح فاول ما تقعد على كرسيك اقرى الخمس ادايا دول هتلاقي في ذلك اليوم سر عجيب هتلاقي فتح غريب هتلاقي امور عجيبة جدا خد بالك الكلام ده انا مش جايبه لك من عندي انما الكلام ده قال به امام دار الهجرة الامام مالك ابن انس اللي ما كانش بيعود لدرس الا ما يقرى الايات دي او بعضها والامام مكحول ذلكم العالم المشهور الذي ما كان يجلس لدرس علم الا اذا قرأ هذه الايات او بعضها وفكرك ان سيدنا ادم عليه السلام نفسه لما اعجز الملائكة بما عنده من علم الاسماء اذ بالملائكة تعتذر الى ربها ببعض تلك الادعية وعلشان كده لو حضرتك وضبت على الخمس ادعية دول هتلاقي فتح عجيب من ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي توفيق من ربنا في قراراتك هتلاقي الرأي الصائب ان شاء الله تميله اليه وتختاره هتلاقي ربنا بيفتح لك الابواب وبيصلك الاسبات علشان ما طولش على حضراتكم وعلشان ما خلص لكمش الباقة اول دعاء ورد في سورة البقرة سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتاني دعاء ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم واخد بالك لما بتقول لا قوة الا بالله العلي العظيم يعني انت بتتبرأ من قوة نفسك ومن حول نفسك ومن حول سلطانك ومن حول علمك ومن حول ذكائك ومن كل قوة في الارض وتحتمي بقوة الملك الاعلى سبحانه وتعالى طيب التالتة لا حول ولا قوة الا بالله الربع دعا بها سيدنا موسى عليه السلام حينما طلب من ربنا اموش فقال رب شرح لي صدري ويسلي امري واحلل اقدة من لساني يفقن قولي اخر دعاء علشان تحفظه كويس اوي اللهم وفقني وهدني وسددني واجمع لي ما بين الصواب والثواب واعذني من الخطأ والحربان ويا حبذا لو تختم بدعاء سادس سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان دوما يدعو به فكان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت إن شئت جعلت الحزن سهل يعني جعلت الأمر الصعب سهل ما يصور بأمرك يا أكرم الأكرمين لو انت وضبت على الأدعية الستة دول قبل أي عمل تقدم عليه أو قبل أي رأي تختاره أو قبل أي شيء تدلي فيه برأيك ستجد توفيقا عجيبا وستجد فتحا وبركة ورزقا وصوابا وثوابا بأمر الواحد الديان لأن هؤلاء العلماء فتح الله عليهم فتوح العارفين فنقلوا إلينا من علومهم ما علموه عن الصحابة والتابعين صباحكم أمل صباحكم رحمة صباحكم بسمة صباحكم موصول بالنبي الرسول وصل اللهم وسلم وبرك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم